بسم الله الرحمن الرحيم أتعرف المقصوم والمقصوم عليه والخارج والباقي في كل متساوية وأكتبه إذن هذه المتساوية الإقليدية نبحث عن المقصوم والمقصوم عليه والخارج والباقي والباقي دائما أصغر من المقصوم عليه إذن في هذه المتساوية المقصوم هو العدد 38 المقصوم عليه السبعة الخارج خمسة الباقي ثلاثة والباقي دائما أصغر من المقصوم عليه ثلاثة أصغر من سبعة ثلاثة أصغر من سبعة مثال مثل الذين تمانية وتلاتون درهما تمانية وتلاتون درهما نقسمها على سبعة أشخاص أو على سبعة أفراد سيكون نصيب كل فرد خمسة درهما والباقي ثلاثة درهما لا يمكن قسماته على سبعة أشخاص نحن نتكلم عن القسم الإقليدية وليس القسم العاشرية هنا المقصوم 82 المقصوم عليه 9 الخارج 9 الباقي 1 والباقي قن دائما أصغر من المقصوم عليه الذي هو 9 مثلا لدي 82 كعكة أريد قسمتها على تسعة أطفال نصيب كل طفل تسعة تسعة قطع كعكة وباقية كعكة واحدة هنا المقصوم 91 المقصوم عليه 7 المقصوم عليه خارج 13 الباقي الصيفر يعني قسمة مضبوطة لم يتبقى شيء هذا يعني أن 91 من مضاعفات سبعة أيضا 91 من مضاعفات 13 يعني أن 91 توجد في جدول درب سبعة وتوجد أيضا في جدول درب 13 الباقي الصيفر والباقي دائما أصغر من المقصوم عليه وتسمى قسمة مضبوطة نفس الطريقة المقصوم 27 المقصوم عليه 6 الخارج 4 الباقي 3 والباقي دائما أصغر من المقصوم عليه المقصوم دائماً لدي داند لدي داند